موسيقى 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 النهاردة هحكيلكو قصة دكتور ويليم استيتجيرد اللي بعد ما اتخرج من المدرسة بتاعته بحوالي تلاتين سنة افتكر ان كان فيه مدرسة جميلة جدا كانت دايما بتشجعه ودايما بتقف جنبه وبتشرح كويس جدا وكانت ستة جميلة كده كانت وقفت جنبه لغاية لما بقى حاجة كويسة في المرحلة اللي هو كان فيها فافتكر المدرسة دي وقال يا تره فين موجودة ولا لأ وكده وراح مطلع عليه جواب وراح كاتب لها جواب وبيشكرها فيه جدا على اللي هي عملته معاه وانها كانت دايما بتشجعه ووقفت جنبه وكذا كذا كذا بعد اسبوع جاله جواب بالرد من المدرسة بخط كده طبعا كان ذا كان زماني فهم كانش فيه بقى انترنته فجاله جواب بخط كده مكتوب كأن حد كبير قوي هو اللي كاتبه فالخطوط كده مكتوبة بشكل مرتعش يعني وكده بتقوله عزيزي ويليم هي بتدلع وهو اسمه ويليم فبتقوله عزيزي ويليم أردت أن أخبرك بمدى سعادتي بخطابك هذا فأنا سيدة عجوز في الثمانين من عمري أعيش بمفردي في غرفة صغيرة وأطخو وجباتي وحدي وأبدو كأنني آخر وركة على الشجرة ولعلك ستتعجب يا ويلي حين تعرف أنني كنت بالتدريس في هذه المدرسة لمدة خمسين عاما وخطابك هذا هو أول خطاب تقدير أتلقاه في حياتي لقد جاء خطابك في صباح بارد وكئيب ليسعد قلبي الوحيد العجوز الذي لم تدخل عليه البهجة منذ سنوات ده كان الجواب بتاعها طبعا قد إيه في الجواب اللي هو كان باعته ومكلفوش حاجة على وقته وكده لكن أثر فيها جدا لأنها كانت كبرك جدا وكادت مستنية الكلمة الجميلة أو التقدير الرئيق اللي جالها بعد ما بقى عندها تمانين سنة هنتعلم قلم القصة دي خلص أظن واضح جدا يعني أنت بقى لو أنت غمضت عينك كده أو فات عينك فيش مشكلة بسأت ورقة وكتب أسامي الناس اللي ليهم فضل عليك في حياتك تحديداً من أنت صغير لحد ما بقيت في الوضع الكبير ده هتكتب عدد كبير من الناس مروراً بقى لو أنت فاكر طبعاً أيام الحضانة المدرسة أهلك جدك جدتك الناس الأول حد كان ليه فضل عليك المدرسة بتاعتك 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 تبتدائي وإعدادي وسنوي اكتب أسامي الناس دولك وأعتقد إن في وجود الإنترنت وكده والسوشال ميديا هتلاقي إن سهل أو إن أتمنى يعني إنهم يبقوا يمكن الوصول ليهم يعني وبعت لهم رسالة جميلة أشكرهم فيها بالمجهود اللي هم عملوه معاك وانت صغير وقل لهم قد إيه أنت بقيت في مكان كويس وناجحوا كده بسبب فضلهم معاك أو فضلهم عليك وانت صغير بس القصة صغيرة والفيديو صغير لكن أتمنى أنه يكون مفيد وأتمنى أنت تتنفزه عملي ويا ريت تكتب لي بقى أنت كمان بعدت المين ومين اللي رد عليك وهي كانت إيه النتائج بتاعت بتاعت الكلام ده شوفك على خير شوفك الفيديو جاي شكرا